السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله مع منهج الماس برايماري تو او الصف الثاني الابتدائي ودي الحلقة التانية مع منهج الماس ونهاردة نحل بعض المسائل على الجزء اللي خدناه في المرة اللي فاتت وزي ما احنا متعودين يكون معاك الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ده كوفر الكتاب بتاع الماسماتيكس او الماس برايماري تو الصف الثاني الابتدائي ترم وان الترم الاول وفي البيج دي فيه طبعا كلمة عن خطة الوزارة لتنمية وتطوير التعليم والمناهج التعليمية اللي هتنتهي ان شاء الله سنة 2030 وهنا في البيج دي كلمة سيد وزير التعليم الفني والتعليم الاساسي عن خطة تطوير التعليم وطبعا دي اول بيج في الكتاب هنا النام بنكتب اسمنا والكنتنس طبعا عندنا 60 lessons او 16 درس في الترم الاول من lesson 2 حتى lesson 60 او من درس رقم 2 حتى درس رقم 60 واول بيج في الكتاب فيها lesson 2 درس رقم 2 apply apply تطبيق نطبق وهنا ال directions التعليمات الخاصة بالسؤال ده بتقول work with your teacher work يعني اعمل with your teacher مع المعلم بتاعك to create لتنشئ a graph a graph رسم بياني then ثم بعد ذلك answer questions اجب على الاسئلة about the data about the data الخاصة بالبيانات اللي انت هتلاقيها في ال graph اللي انت هترسمه واحنا اخدنا المرة اللي فاتت يا اصحابي السؤال او ال mass problem الخاصة ب favorite day of the week او اليوم المفضل في الاسبوع ان احنا هنبقى موجودين في classroom او في حجرة الفصل بتاعتنا مع ال teacher بتاعنا وهيطلب مننا نسأل اصحابنا او هيسألنا كل واحد لوحده عن favorite day of the week الخاص بي او اليوم المفضل في الاسبوع الخاص بي هنعمل هنا collect لل data وهنجمع ال data هنعرف البيانات الخاصة بايام الاسبوع كل يوم كام student او كام طالب بيفضلوا وبعد كده هنعمل bar graph او رسم بياني بالاعمدة ونحط عليه ال data دي او نعمل لها representing او تمثيل على ال bar graph ده وهنا اصحابي هو مدينا ال bar graph او الرسم البياني بالاعمدة المفروض ان احنا دلوقتي هنعمل collect لل data وهنشتغل مع ال teacher بتاعنا او هنعمل work with your teacher هتشتغل مع ال teacher بتاعك to create a graph ان انت تنشئ a graph رسم بياني وبعد كده هنجاوب على بعض الاسئلة او زي ما هو بيقول لنا زن ثم بعد ذلك answer questions اجب على الاسئلة about the data الخاصة بالبيانات او عن البيانات فاول حاجة هو مديلك هنا ال title title يعني عنوان وسيبهو لك فاضي المفروض ان احنا سنسمي الرسم البياني ده اي يا اصحابي ممكن كل واحد يسمي الاسم اللي هو عايزه انا عن نفسي هسمي the favorite day of the week the favorite day of the week اليوم المفضل في الاسبوع وطبعا ده بينطبق على الرسم البياني اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي وهنعمله بعد ما عملنا collect لل data او جمعنا البيانات المفروض دلوقتي هنعمل لها represent او تمثيل على الجراف اللي قدامنا فهو مدينا هنا اصحابي زي ما احنا شايفين اه طبعا ده اسمه vertical axis زي ما قلنا المرة اللي فاتت او المحور الرأسي والhorizontal axis او المحور الافقي طبعا انا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت مش مطلوب ان انتو تحفظوا الكلمات دي بس عايزكو تبقوا عارفين ان اي رسم بياني اول حاجة بنعملها فيه ال two axis دول او المحورين دول بنرسم محور رأسي ساهم كده متجه لفوق او خط متجه لاعلى وبنرسم كمان محور افقي او ساهم او ساهم ماشي بالجنب زي ما احنا شايفين قدامنا وبعدين احنا هنا هنمثل الايام بتاعة الاسبوع او ال days of the week زي ما احنا شايفين قدامنا على الhorizontal axis او على المحور الافقي زي ما احنا شايفين قدامنا Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday and Saturday زي ما احنا شايفين قدامنا هما سبعة ايام او seven days of the week السبعة ايام الخاصة بالاسبوع قدامنا على الhorizontal axis او على المحور الافقي المحور الرقصي هو هنا رسم لنا عليه 25 points او 25 نقطة المفروض ان كل مربع من دول او كل صف من دول بيمثل لنا عدد من التلاميذ يعني المربع الاولاني ده بيقول لنا فيه one student اتنين يبقى فيه two students ثلاثة فيه three students الحاد number 25 او الحاد رقم 25 لو كلهم متظللين يبقى فيه 25 students او 25 طالب بيفضلوا اليوم ده فالمفروض ان احنا بعد ما نجمع ال data او البيانات هنعمل لها represent على الجراف ده او على الرسم البياني ده وهنظلل عدد التلاميذ اللي بيفضلوا كل يوم من ايام الاسبوع فمثلا لو انا قلتلك دلوقتي عندنا بالنسبة اليوم sunday المفروض ان بيفضلوا مثلا ten students ten students او 10 طالبة monday بيفضلوا مثلا eight students eight students او 8 طالبة tuesday بيفضلوا 15 students 15 students او 15 طالب wednesday مثلا بيفضلوا 20 students او 20 طالب thursday بيفضلوا مثلا 22 students او 22 طالب friday بيفضلوا مثلا 24 students او 24 طالب و saturday بيفضلوا مثلا 10 students او 10 طالب كمان يبقى هنا عندنا sunday 10 monday 8 tuesday 15 wednesday 20 كده احنا عملنا collect وجمعنا ال data او البيانات الخاصة بال favorite day of the week او اليوم المفضل من ايام الاسبوع بتاع كل طالب بالنسبة لكل طالب المفروض ان احنا دلوقتي هنعمل لها represent او تمثيل على الجراف اللي قدامنا وهنلون زي ما احنا شايفين قدامنا العدد اللي بيفضل كل يوم من ايام الاسبوع دي فزي ما احنا شايفين قدامنا sunday لو ان فيه لحد number 10 او لحد رقم 10 علشان بيفضلوا 10 students بالنسبة لmonday هم بيفضلوا 8 students 8 students او 8 طالب فاحنا لو ان لحد number 8 زي ما احنا شايفين قدامنا بالنسبة لتوزدي بيفضلوا 15 students 15 students او 15 طالب فاحنا لو ان لحد number 15 زي ما احنا شايفين قدامنا بالنسبة لونس دي بيفضلوا 20 students 20 students او 20 طالب فاحنا لو ان لحد number 20 بالنسبة لصيرس دي بيفضلوا 22 students او 22 طالب فاحنا لو ان لحد number 22 اما بالنسبة لفرايدي فبيفضلوا 24 students او 24 طالب واخر يوم Saturday او يوم السابت بيفضلوا 10 students او 10 طالبة زي ما احنا شايفين قدامنا كده احنا عملنا working with our teacher او اشتغلنا مع المعلم بتاعنا علشان خاطر نعمل creating او ننشئ اجراف رسم بياني يوضح اليوم المفضل من ايام الاسبوع الخاص بكل واحد من اصحابنا في ال classroom تاني حاجة بيقولنا then answer questions about the data then ثم بعد ذلك answer questions اجب على الاسئلة about the data الخاصة بالبيانات اللي موجودة على الـ graph اللي احنا رسمناه ايه هي الاسئلة اصحابي هنلاقي طبعا في آخر الصفحة بيقول لنا يومي المفضل من أيام الأسبوع هو مثلا أنت هتكتب طبعا هنا اليوم اللي أنت بتفضله فبالنسبة لي مثلا أنا بفضل فرايدي أو يوم الجمعة اليوم المفضل الخاص بالفصلة بتاعنا من أيام الأسبوع هو طبعا هنشوف أكتر يوم بيفضلوا أصحابنا في الكلاس روم وهنكتب اسمه هنا فبنسبة لنا هنا مثلا هنلاقي أن فرايدي هو أكتر يوم مفضل من أيام الأسبوع فهنكتب هنا كمان فرايدي لو يوم تاني ممكن تكتب اسمه برضو عادي وبكده نكون أنهينا البيج دي وحلناها بشكل سليم ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج نومبر تو أو صفحة اتنين ولسه مع بعض بنتكلم عن لسون تو بس المرة دي الصفحة الموجودة دي اسمها الماس جورنل ماس جورنل أو كراس الرياضيات وهنا مهمة البيج دي إن هي تخلينا نتأمل ونفكر في المعلومات اللي احنا بنتكلم عنها في الدرس ده فكأننا معانا كراسة بنكتب فيها أفكارنا وبنتأمل وبنتخيل فيها المعلومات الخاصة بالدرس اللي احنا بنذكره دلوقتي والديريكشنز بتاعة البيج دي بتقول لنا وضح الحاجات اللي انت تعلمتها write or draw write or draw write يعني اكتب or draw أو ارسم three things three things ثلاث حاجات you noticed you noticed انت لاحظتها about the class bar graph about عن the class bar graph الرسم البياني بالأعمدة الخاص بالفصل about the class bar graph الرسم البياني بالأعمدة الخاص بالفصل وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هو مدينا هنا frame أو برواس كده ومدينا فيه ثلاث سطور أو three lines المفروض ان احنا نكتب أو نرسم ثلاث حاجات احنا عملنا لها notice أو لحظناها خاصة بالbar graph اللي احنا كنا لسه بنعمله بتاع the favorite day of the week فالمفروض ان احنا هنرسم ايه هنكتب ايه انا مثلا ممكن اكتب in friday is the most favorite day of the week ان يوم الجمعة هو اكتر يوم مفضل من ايام الاسبوع ده اول حاجة ممكن كمان اكتب sunday equal to ومش عايزكم تنسوا كلمة equal to لو تفتكروا يا اصحابي احنا خدنا السنة اللي فاتت equal to يعني مساوي لي وgreater than greater than يعني اكبر من وsmaller than smaller than اصغر من افتكروا المعلومات دي كويسة هنحتاجها بعد كده كمان شوية فequal to يعني مساوي لي sunday equal to equal to ايه اصحابي شطرين equal to saturday يوم الحد كان الفيفوريت دي لتن ستودنس وكمان يوم السبت او saturday كان الفيفوريت دي بالنسبة لتن ستودنس او عشر طالبة برضو فعندنا sunday equal to saturday يبقى يوم الحد بيساوي يوم السبت ممكن كمان نكتب friday يوم الجمعة greater than اكبر من monday monday يوم الاثنين يوم الجمعة كان بيفضلوا 24 students وmonday كان بيفضلوا 8 students فعندنا friday greater than او اكبر من monday او يوم الاثنين وزي ما احنا شايفين يا اصحابي greater than بتبقى العلامة بتاعتها عاملة كده وهي عاملة زي بق السمكة او الفيش ماوس بتبقى متوجهة دايما ناحية الرقم الاكبر واقل to اللي هي علامة مساوي لي زي ما احنا شايفينها قدامنا و smaller than هي عكس العلامة بتاعت greater than بالضبط ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج number 3 او صفحة رقم 3 وعنوانها lesson 3 او الدرس رقم 3 و apply apply التطبيق ان احنا بنتبق المعلومات اللي احنا تعلمناها و directions هنا بتقول لنا use the favorite day of the week graphs استخدم الرسم البياني الخاص بليوم المفضل من الأسبوع to answer the questions لتجيب على الأسئلة يبقى احنا لسه نحتاج الجراف بتاع the favorite day of the week هنستخدم لسه الجراف ده ونستخدمه في الإجابة عن الأسئلة الموجودة هنا فالسؤال الأولاني بيقول how many students like Tuesday best how many كم عدد students الطالبة like Tuesday best بيفضلوا يوم Tuesday السلساء أكثر لو تفتكروا كان بيفضلوا 15 students او 15 طالب فنكتب هنا 15 students السؤال التاني بيقول لنا how many students how many students كم عدد الطالبة like Friday best like Friday بيحبوا Friday يوم الجمعة best أكثر المفروض ان كان يوم الجمعة بيفضلوا 24 students او 24 طالب فنكتب هنا 24 في النوع الدباء يا أصحابي بيكلمنا عن greater than smaller than equal to اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شوية فهنا بيقول لنا في point number one او نقطة رقم واحد Tuesday و Friday هنكتب هنا Tuesday رقم الطالبة اللي بيفضلوا و Friday رقم الطالبة اللي بيفضلوا ونحط في السيركل اللي في النص دي او الدايرة اللي في النص دي العلامة المناسبة فTuesday كان بيفضلوا 15 students و Friday كان بيفضلوا 24 students او 24 طالب المفروض ان احنا هنعمل هنا علامة اي اصحابي greater than ولا smaller than ولا equal to شطرين ان احنا هنعمل علامة smaller than او علامة اصغر من Tuesday هيكون smaller than Friday وهنعمل هنا علامة smaller than زي ما احنا شايفين قدامنا او هنقول بق السمكة بيكون مفتوح ناحية الرقم الاكبر فطبعا هنا العلامة بتاعة smaller than مش متوجهة ناحية الرقم الصغير لا هنا هي متوجهة ناحية الرقم الكبير with point number two او او في النقطة رقم اثنين Monday و Friday Monday 8 students with Friday زي ما احنا عارفين كان فيه 24 students او 24 طالب فانعمل هنا greater than ولا smaller than ولا equal to شطرين هنعمل علامة smaller than برضو لان 8 اصغر من 24 فانعمل هنا علامة smaller than top point number three او النقطة رقم ثلاثة Tuesday with service day Tuesday كان فيه بيفضلوا 15 students with service day كان بيفضلوا 22 students او 22 طالب فعندنا 15 وعندنا 22 هنعمل هنا علامة greater than ولا smaller than ولا equal to شطرين هنعمل برضو علامة smaller than Tuesday اللي هو الففتين اصغر من سارا's day اللي هو 22 students وعندنا هنا في نومبر 4 بيقول لنا Sunday و Wednesday Sunday كان بيفضلوا 10 students و Wednesday كان بيفضلوا 20 students او 20 طالب فهنعمل هنا علامة greater than ولا smaller than ولا equal to يا اصحابي شطرين هنعمل هنا علامة smaller than زي ما احنا شايفين قدامنا وفي نومبر 5 Saturday و Sunday Saturday كان بيفضلوا 10 students و Sunday كان بيفضلوا 10 students او 10 طلبة فهنعمل هنا greater than ولا smaller than ولا equal to شطرين هنعمل علامة equal to او علامة مساوي لي زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون حلينا البيج دي وعايز اقول لكم يا اصحابي ان الارقام دي ممكن تتغير على حسب البيانات الخاصة بالفصل بتاعك ممكن يكون عندك في الفصل ال students بيفضلوا في ايام الاسبوع بارقام مختلفة احنا هنا بنوضح بس ازاي بنحل الاسئلة دي وبناء على ال data اللي انت عملت لها collecting او جمعتها انت واصحابك مع teacher بتاعك في الفصل فممكن الارقام دي تتغير على حسب ال data الخاصة بالclass بتاعك المهم ان انت تعرف تحل السؤال بشكل سليم وفي الختام اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو استفدت من الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة